أهلا بكم وصحايدكم صلت الاتحاد دولي كرة قدم فيفا على الفاف عقوبة مالية قدرت بثلت ألاف فرق سويسري بسبب المقطوفات التي قدفت في ملعب مصطفى الشاكير بالسعبال الشماريخ خلال المباراة التي جمعت الجزائر بكاميرون ولم يتم منفصل بعد في قضية الاتحاد الجزائري التي قدمها إلى الفيفا حيث وتم دراستها بطرف لجل التحكيم قبل أن يتم تحويله من جديد إلى لجل الانضباط التي ستقرر في هذا الموضوع في ثاني خبر الفيفا لموقع وينوين هذا هو الموعد الذي ستعرض فيه الفيفا على شكوى الجزائر حيث أكد موقع وينوين أن موعد إستار القرر النهاي فيما يخص إعادة تارو كاميرون سيكون في فترة ما بين 15 و 30 ماي وأضاف نفس المصر الفيفا يدرس كل حيثية شكوى الجزائرية مستعين بإراء حكام غرفة الفيديو المساعدة الفار في محاولة معرفة كاميرون المباراة التي تهت بفوزة كاميرون لا تنسوا لايك وتعليق وانشار فيديو ودعمينا واشكرا لكم اشتركوا في القناة